في الحديث القدس قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لألا تنفر من الرحيم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لألا تؤذيك رائحة الطعام وجعلت لك متكان عن يمينك ومتكان عن شمالك فأما الذي عن يمينك فالكبت وأما الذي عن شمالك فالطحال وعلمتك القيامة والقعودة في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيري فلما أنت مد مدتك وأوحيت إلى الملك بالأرحوم أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى فأبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء وباردا في الصيف وألقيت محبتك في قلب أبواك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقوك فلما قويا بغراك واشتد أزراك بارستني بالمعاصي في خلواتك ولم تستحب ومع غادان دعوتني أجبت وأن سألتني أعطيتك وأن تبت علي قبلتك الله ألعاب الله ألعاب الله ألعاب